السلام عليكم شباب في فيديو سابق تناولنا هاي اللابتوب نفسها وكان مشكلتها عدم عرض الصورة مع إعطاء بيب منفصل فبعد البحث والنظر بجدول الأخطاء تبين إنه مشكلتها بالبيوز شحننا لها بايوز واشتغلت اللابتوب ونصبنا لها ويندوز بشكل طبيعي ولكن عند تعريف كارت الشاشة الخارجي الحاسبة فرزت بشكل كامل وصار بيها فريز على الويندوز طرينا لنا انطف فيها عن طريق نزع الشاحن ورجعنا شغلناها قامت تفرز وما تعمل بشكل نهائي دلالة على إنه كارت الشاشة مالتها تالف إذا تحب تشوف الجزء الأول من هذا الفيديو فترجع للفيديو السابق تلاح تلقى الفيديو الأول بصندوق الوصف وكيف عالجنا مشكلة عدم ظهور صورة على الشاشة حاليا لابتوب شغالة مثل ما تشوفون ولكن كارت الشاشة مالتها تالف مضطرين نلغي كارت الشاشة الخارجي طبعا أنا نزعت الهارت ديسك حتى لا تفتح وتفرز كل ما شغلتها فمضطرين حاليا نلغي كارت الشاشة التالف الخارجي خابرت الزبون واتفقت بيها على إنه راح ألغي كارت الشاشة حتى أحلى المشكلة فخلي نسوي هاي العملية سوى ونعرف كيفية تلغاء كارت الشاشة الخارجي لهذا الموديل أو نسوي ما يعرف بالدسكريت تو يوما أو دسكريت تو يوما فخليكم تابعين حتى النهاية مضطر شباب وانتزعنا الماثر بورد مثل ما شوفون راح نروح للميزة الثانية إن شاء الله ونقوم بعملية إلغاء كارت الشاشة الخارجي فخليكم ويانا مجموعة التبريد والفان لا تأقني قمت أيضا بتفكيك مجموعة التبريد وانتزعته بشكل كامل وظل بيدي البورد وحده مثل ما شوفون فخلينا نروح ننفذ عملية إلغاء كارت الشاشة يا شباب جاءنا على الميزة الثانية وجبنا ويانا الماثر بورد خلي شوفكم الماثر بورد تحت الكاميرا الأخرى هذا الماثر بورد فيما شوفون الموديل الماثر بورد فيما واضحتكم هذا موديلة طبعا بعد العثور على الخاص بالماثر بورد ستبين أنه رفع الكويل الخاص بتغذية الجي بيو هو كافي لإلغاء كارت الشاشة أو الجي بيو فخلينا نروح تحت الميكروسكوب ونلغي أو نرفع الكويل الخاص بالجي بيو وهو البي الفمانة مية هذا مثل ما شوفون هو أصلا أقرب شيء على المعالج الرسومات أو على الجي بيو هذا هو البي الفمانة مية سنرفع حتى نقطع البولت عن التغذية أو نقطع التغذية عن الجي بيو أو معالج الرسومات رح نجي نخلي شوية آآ صولدر ودران فلاكس نقلي فلاكس بهاي المنطقة ونجي نخلي على أطراف الكويل صولدر ناخذ من القط ونمزق به الكويل بهذا الشكل ونرفعه من الأطراف رفعنا الكويل من محلها ونجمل مكانه بهذا الشكل هذا الكويل رفعنا شباب مثل ما نشوفون على الكاميرا السفلية نخلي نجي ننظف مكان الكويل بالثنر وما ننسى أخيرا أنه نعزل الأطراف بأي عازل وإن كان عبارة عن لاصق شفاف بهذا الشكل بعدا قمنا بعملية العزل خلينا نروح على الميز الثاني ونشوف نتيجة عملنا فأخليكم إيانا إيه شباب ألغينا كارت الشاشة مثل ما شفته حاليا خلينا نجي نشوف مجموعة تبريد إذا كان بها تقصير أو مشاكل نعالجها خلينا ننظفها بشكل سريع طبعا ما ننسى نستبدأ المعجون على المعالج اشتركوا في القناة مثل ما شفتوا شباب جمعنا اللابتوب بشكل كامل باقي انه انه عيد تنصيب الويندوز ونتنصب التعريف الخاصة بكارت الشاشة ونشوفكم النتيجة النهاية ان شاء الله اخليكم ويانا ان شاء الله من راح يكمل الويندوز راح نحرف تعريف الكارت الشاشة او تعريف الكارت الشاشة الداخلي اللي بقى عليها ونشوف النتيجة سواء خليكم متابعين اي شباب كمنا نتصيب الويندوز خلي نصب التعريف ونشوف النتيجة النهائية ربطنا الهارد مع التعريف خلينا نوقف مضاد فيروس بشكل مؤقت طبعا مثل ما شوفون الشباب فلت على مدير القطع او ديفايز مينجر بداخل الكارت الشاشة واحد ما جاي بين اثنين وحاليا جاي يفتح درايفر باك سيديوشن عمود النصب التعريف ونشوف نتيجة النهائية سواء ان شاء الله مثل ما شوفون الشباب درايفر باك ما جاي يقرأي تعريف ما جاي يقرأي كارت شاشة خارجي فقط كارت شاشة الداخل اللي هو الانتل اجدي جرافيكس 4000 فراح نختاره ونصب تعريفه التعريف الاساسية المهمة ونشوف النتيجة النهائية سواء ان شاء الله راح اوقف الفيديو بشكل مؤقت على مدات انتج عندي ذاكرة وارجع شوفكم نتيجة النهائية بعد ما يكمل اي شباب كملنا كل التعريف وهنادي يطلب من عندنا اعادة التشغيل فخليني نعيد التشغيل طبعا من ضمن التعريف اذا شوف الكارت شاشة معرف على الاعلام الصح كما نتنصيب التعريف مثل ما شفتوا شباب حاليا خلي نجي نشوفكم او مدير القطاع الخاص بالكمبيوتر خلي نجي نفتع على الاضرز او على البروبرتيز من هنا وهذا الديفايز مانيجر كل التعريف منصبة مثل ما تشوفون وهنا تعريف الكارت شاشة اللي هو الانتل اجدي جرافيكس 4000 منصب وبهاي الطريقة نكون حلينا المشكلة الخاصة بهاي اللابتوب وما ظل بها اي مشكلة طبعا الفيديو ما لها السلاح هذا الكمبيوتر صار على شكل على على قسمين القسم الاول كان مشكلة عدم عرض صورة واطلاق صافرة واحدة هالمشكلة المشكلة كان سببها هو بالبايوز وقمنا بحلها راح سوي هذا الجزء عبارة عن فيديو اول لهذا اللابتوب والجزء الثاني كان بعد ان قمنا باصلاح مشكلة البايوز وتنصيب نظام ايضا لاحظنا انه عند تنصيب تعريف الكارت شاشة الخارجي اللابتوب تجمد بشكل كامل دلالة على وجود كان تلف الكارت شاشة الخارجي وبهذا الجزء الثاني ايضا قمنا باللغاء الكارت شاشة الخارجي الخاص بهذه اللابتوب وتفعيل الكارت شاشة الداخلي او ما يسمى بلا دستكريت تو اليو ام اي تمت العملية بنجاح ما شفتوا اللابتوب حاليا شغاله بدون اي مشاكل هذا كل شي اللي عندي في فيديو اليوم اتمنى يكون الفيديو عجبكم اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس حتي وصلكم كل جديد قاموا اياكم سيف قداوي من قناة قداوي تيك في امان الله شباب